نقطة لازم تتحط في الاعتبار أنه أنا لما أساعد معرفش مين اللي يساعد هل الرجال الأعمال والمستثمرين اللي بيصرفوا على أندية الشركات يفكروا يخدوا التجربة بشكل مبشر مع نادي جماهيري فلما يبقى عنده ظاهير جماهيري يضمن أنه التجربة ممكن تنجح يوصل لحاجة ولا الدولة تقوم بدا ولا الأندية نفسها تحاول تشوف مخرج من الأزمة أو الأزمات المستمرة اللي عانت منها على مدار السنين طويلة وتخرج نفسها المحلة بيرجع تاني تالي تجربة المحلة تستحق أن نحن نبص لها بعين الأعتبار مهم الاستمرارية مهم الاستمرارية ويقدر يبقى في الجزء القراءة من التنافس بعد كده ينافس ما يبقىش يتراجع بعد كده فهي دي بقى الاستمرارية مشكلة كان منتظر بقى كابتر محمود أنه من النتاج المترطبة على أنه لما المسابقة يدخل فيها دم جديد ويبقى القدرات التنقل خد بالك أنه برضو فترات قراءة مش بعيدة قوي كان الأندية الكبيرة بس هي الأقدرة تمول وتصرف ويبقى عندها ميزانية تصرف بها عن نشاط الرياضي زي الأهلي زي الزمالك زي بعض الأندية يعني المعدودة على أصابها مش نادر نجيب حد بقى غير ما يكون طبع هيئة أو شركة جميلة السؤال بقى لما دخلت الاستثمارات دي والفرق بقت تصرف الأرقام دي كان متوقع على مستوى اللاعب سيباك من الأندية بقى يحصل طفرة يبقى عندي قدرة أن أنا أكتشف وأطلع وأصدر وأطلع من تحت وأكتشف مواهب تاني المشكلة الخاصة بالتمويل تحلت لكن دا ما حصلش يعني ما أبص الخارطة الدوري هي نفس اللعيبة دي اللي بتمشي من نادي دا لما بيهبط فتروح النادي دا اللي طلع الممتاز وتلف من هنا تلعب هنا فتلاقي العيب مثلا في مشواره لعب العشر أندية لكن ما حسناش أنه في ناتج أو مردودة على مستوى المواهب الجديد خلينا نقول البنية التحتية للغياضة بشكل عام مش موجودة النهاردة أنت عندك كام ملعب قانوني صالح للعب على مستوى مصر أنا ما عنديش حصل بس أنا فاجر كده 26 حاجة زي كده ممكن تكون زادت مع النشاط الوزير الشباب وده فرق كتير أختلف معاك أكتب محمد حتى دي أفريقيا ما عندهش بنية تحتها أساسا ومع ذلك عندها قدرة على تصدير مواهب لأوروبا أضعاف 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 اللي احنا صدرناها على مدار التاريخ كل قد يكون هم مميزين في حاجة أقول لحضرك حاجة الناحية البدنية عندهم متفوقة علينا يعني القوة السرعة ده حاجات ورصية بقى جينات ورصية الشيء الثاني الموضوع ده منظم هم الأندية عاملة هناك مدارس كور وعملة أكاديميات وعندهم ناس متخصصين وفهمهم كويس وديش غلطم ومحترفين بيقدروا يستقطبوا أو يكتشفوا العناصر الزغيرة من السن الزغير وياخدوها ويسخلوها بر ممكن بتقعد مرحلة معام شوية يبدأ 13-14 مش هيخد طفلة يعني يعني وفي مشكلة من ناحية القوانين والحاجات دي القوانين بالضبط والأسرة والتربط الأسري ولا لا الطفلة هيبعد ده هتبقى من ناحية نفسية هم بنظمنا كويس بيكتشفوا منتشرين وبيكتشفوا وعندهم هم في كل بلد وكل قرية واحد موجود وبيكتشف من بعد اللي بيكتشف ويسخلوه ويهتمو به يعني العناصر المماثر الموهوبة فيها اكتشاف طيب وإحنا ما عندناش قدرة أنا هنا مش أحتاج أوروبيين إحنا ما عندناش قدرة على اكتشاف مواهب في مصر في بلدنا بلد فيها 100 مليون مش منافس سبب ما عندناش قدرة ان احنا نطلع زي محمد صرح ده عشر عشرين لعب ما هي في عوامل القدرة الرجل الخبرة اللي عنده امكانات إذا اكتشف اللعب الموهوب مبكرا كل ما اكتشفته مبكرا كل بدل ما يعود تلات سنين قبل الاحتراف لا ممكن يعود له عشر سنوات تدريب جيد وبرامج تدريبية جيدة يقدر يطور عما يوصل 18 تلاقي يوصل مقترب من القمة فدي تفرق هم في أفريقا بيعملوا كده بينظموها من بدري واكتشفوه من بدري احنا هنا الموضوع انا بعتقد ما فيش ناس عندها الخبرة في مصر انا مش شايف لان ما بيجيبه واحد خبير برضو بيقودوا للموضوع كل واحد بياخد جزء كده من الدولة دي او جزء من الاندية وهو بيتابعهم يتابع هنا ويتابع هنا ويتابع هنا العملها منظمة انما عندنا مش منظمة يعني انا شايف يعني فيها عشوائية كتير انما نتمنى عدد يعني ديج على المستوى لقى المراحل الأكبر انت عندك كم لعيف مقايد في الاتحاد ما عمش تلتمائة ألف حاجة زي كده تقريبا يعني كان في حد واحد عمل دراسة انا فاكر من عشرين سنة على سبيل المثال المانيا المقايدين في الاتحاد خمسة مليون لعب فانت القاعدة القاعدة العريض اطبع الممارسة الممارسة عايزة اندية ملاعب وعايزة ناس متخصصة وفاهمة انا باعتقد يعني يعني حاجة جات في زي هنا دلوقتي المرحلة الزغيرة دي مش محتاجة بقى الكابتن النجم الكبير اللي هو يعني اللي هو المدير الفني وهو اللي يبقى مدارب دي محتاجة ناحية علمية محتاجة للناس المتخصصة اسازة التربية دي اللي احنا ما تسفتش منهم خالص هم هم اللي ينظموا المرحلة في سن الزغير هم اللي يحطوا البرامج يعني دول هم اللي اقدر ان يحطوا البرامج بعد كده لما اللعب يعد بشكل كويس مهريا يعني وفنيا يعني من ناحية البدنية ويبتدي يعني يسقل ويبتدي اعداد جيد اه ممكن ان لو عنده خبرة مع الجانب العلمي يقدر يطلع نجوم كبار زي محمد صلاح اه محمد صلاح الفطرة بس برضو لو وجدت صلاح اكان في المولين وبردو هو مبقاش في القمة غير ما اعد على ثلاثة اربع اندية يعني بازل في سويسرا وبعد كده روما وفيرونتينا وفيرونتينا وبعدين روما وتجربة مش نكحة في تشيلسي وبعد كده ابتدأ يعني لا نفسه